يا مساء الخير يا أهلا وسهلا بحضراتكم بداية أسبوع جديد نبدأ مع حضراتكم حلقة جديدة من السادسة والحقيقة يمكن الأسبوع ده يكون بداية جد الجد يعني بداية مشوار عنيف بقى أعتقد أنه مواجهات الأهلي من النهاردة ويمكن لغاية ما ينتهي شهر اتنين بالكامل هتكون مواجهات من العيارة مساء الخير على حضراتكم وخلوني أبتدي بكلام جد لأنه الحقيقة إذا لم تستحي ففعل ما شئت دي أمكان أكتر مقولة سيطرت علي على مدار الأسبوع ده كله والغاية مبارح بالليل وبما أن احنا مش موجودين مع حضراتكم خميس وجمعة كان لابد أن احنا نعلق يوم السابت ونقول أنه للأسف شديد جدا أنه أغلب الحقيقة وسائل العلام الرياضي فقدت الحياد ومش هقول الحياء لأنه تخيلوا حضراتكم لغاية مبارح ما زالت وقعت محمد شناوي أو تخفيف العقوبة عشان يكون بتكلم على وجهة دقة تخفيف العقوبة عن محمد شناوي من أربع مطشاط لإيقاف مباراة واحدة بس هو محل حديث أغلب وسائل إعلام ما حدش تكلم أساسا عن عدم قانونية العقوبة وما حدش تكلم أو حط مجرد علامة استفهام عن كيفية اتخاذها أو توقيع العقوبة دي على كابتن محمد شناوي ما حدش جاب سيرة خالص على مواقف كتيرة جدا اتعرض فيها النادي الأهلي لزلم التحكيمي وليه هنتكلم على الأهلي بس ده حتى مبارح لتابع مطش سموحة وبيرامدز هيشوف جول بنسبة 100% ما تحسبش فيه المباراة وكرة دخلت في كابتن شريف إكرام ما حدش طرح أي سؤال فيما يتعلق بنزهة التحكيم ولا تأثيره على المنافسة الشريفة في بطولة الدورة العام مساء الخير على حضراتكم والحقيقة يمكن احنا هنتابع وقلنا وأكدنا قبل كده إن كل اللي فات ما ماتش وكل ما يتعلق باللي جاي ملف مفتوح هنتابع فيه مع حضراتكم التطورات أول بأول والأكيد إنه حق الأهلي أبدا مش هيكون مسكوت عليه